التوحد هو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على كيفية تفاعل الشخص مع العالم من حوله يعاني الأطفال من مشكلات في التواصل الاجتماعي والتي تعتبر أحد أكبر التحديات التي يواجهونها إذا فهمنا الأسباب والتحديات يمكننا دعمهم بشكل أفضل التواصل الاجتماعي مهم للأطفال لأنه يساعدهم على تكوين صداقات والتعبير عن مشاعرهم وفهم مشاعر الآخرين الأسباب التي تعيق تواصل الأطفال ذو التوحد كثيرة أولاً هناك الاختلافات في معالجة المعلومات الأطفال ذو التوحد يعالجون المعلومات بصورة مختلفة عن الأطفال الآخرين مما يجعل من الصعب عليهم تفسير الإشارات الاجتماعية بوضوح ثانياً صعوبة فهم الإشارات الاجتماعية تجعل من الصعب على الأطفال ذو التوحد قراءة تعبيرات الوجه أو نبرات الصوت وبالتالي يمكن أن يفوتوا إشارات مهمة في المحادثات ثالثاً التجارب السلبية السابقة يمكن أن تؤثر على ثقتهم بالنفس وتجعلهم أقل رغبة في التواصل مع الآخرين في الحياة اليومية يواجه الأطفال ذوي التوحد تحديات كبيرة في التفاعل مع الأقران قد يجدون صعوبة في تكوين صداقات والاندماج في الألعاب الجماعية مما يجعلهم يشعرون بالعزلة كما أن التعبير عن المشاعر يعد تحدياً كبيراً لهم فيجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بطريقة واضحة وكذلك فهم مشاعر الآخرين التغييرات في الروتين يمكن أن تكون مربكة وتعيق قدرتهم على التواصل بشكل فعال لذلك دعم الأطفال ذوي التوحد يبدأ بالتدخل المبكر العلاج المبكر والتدخل يمكن أن يساعدا في تحسين مهارات التواصل لديهم هناك استراتيجيات يمكن اتباعها لتعزيز التواصل مثل استخدام الصور واللعب التفاعلي وهذه الأساليب يمكن أن تكون فعالة للغاية أيضاً التوعية والتفهم من جانب المجتمع يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً عندما نفهم التحديات التي يواجهها الأطفال ذو التوحد ونتفهمها نصبح قادرين على تقديم الدعم اللازم لهم في الختام من المهم أن نظهر التعاطف والفهم تجاه الأطفال ذو التوحد من خلال نشر الوعي والتفاهم يمكننا أن نصنع بيئة أفضل لهم للنمو والتطور شاركوا هذا الفيديو لزيادة الوعي حول التوحد ودعمه ودمتم بأمان الله